يتزامن انطلاق معرض المخطوطات العربية في الاسكوريال الإسبانية والذي تستضيفه هيئة الشارقة للكتاب مع مبادرة حاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمي القاضية بترميم مجموعة من أندر المخطوطات التي تؤرخ الوجود العربية والإسلامي في إسبانيا والمتواجدة داخل المكتبة الإسبانية لأول مرة في تاريخ هذه المكتبة نجد هذا العدد الكبير من المخطوطات التي تخرج بمكتبة الاسكوريال لتحط الرحال هنا في الشارقة وفي دولة الإمارات لتبرز دور الثقافة العربية والمخطوطات العربية وهذا الإرث الإنساني الكبير الذي يكون تواجدا لدينا هناك مخطوطات تاريودي للقرن الثالث عشر ميلادي وهي من أقدم المخطوطات العربية الموجودة في مكتبة الاسكوريال ومخطوطات مهمة عن الشعر والثقافة والأدب والعلوم الأخرى والطب والفلسفة وتعد هذه المخطوطات من ضمن الأصول التي تتيحها المملكة الإسبانية للقصر الملكي إذ تنظم هيئة الشارقة للكتاب معرضا خاصا لها بشكل يتيح لزوار الاطلاع على ما يقارب أربعة عشر مخطوطة نادرة يعود تاريخها إلى القرون الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر فيما يرجع تاريخ أقدم مخطوطة للقرن الثالث عشر وهي مخطوطة المسالك والممالك للبكري يأتي سبب إقامة هذا المعرض في الشارقة بعد زيارة حاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسم إلى مكتبة ياليس كوريال في إسبانيا وقد تم التخطيط لعمل المعرض في الشارقة لاحتضان هذه المجموعة المميزة من المخطوطات العربية كما يوفر المعرض مجموعة من المجلدات وطبعات نادرة لكتب ومخطوطات في شتى صنوف العلم والمعرفة مثل التاريخ والجغرافيا والفلك والفلسفة كتبات كلها باللغة العربية حيث يعتبر إخراج هذه النوادر من أماكن حفظها في مكتبة الإس كوريال لأول مرة لعرضها للجمهور في الإمارة الباسمة يأتي تنظيم هذا الحدث ضمن مساعي هيئة الشارقة للكتاب في تعزيز الحراك الثقافي العربي ومد جسور التواصل مع مراكز الثقافة الأوروبية والعالمية عبدالله الزعبي قناة الغد إمارة الشارقة